لنبدأ يوما جديدا إلا وتلاحقنا تأويل جديدة حول لقاحات كورونا آخرها ما تردد حول أن تلك اللقاحات تضر بالحمض النووي للبشر بشكل عام ومنعته كذلك الأمر الذي أدى لذعر عالمي وخوف وترقب من الحصول على اللقاح فما حقيقة الأمر وما هي آخر أعداد الإصابات حول العالم وماذا عن مستقبل الفيروس اللعين اعرفوا الإجابات الكاملة في نشرة الظهيرة أهلا بكم شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رافقه المهندسة كامل الوزير وزير النقل شهد وصول ماكينة الحفر العميقة لمحطة الكتكات والتي تعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخطة الثالثة لمتر أنفاق القاهرة الكبرى وأشار وزير النقل إلى أن المرحلة الثالثة من الخطة الثالثة يبلغ طولها أكثر من 17 كيلو مترات وتشتمل على عدد 15 محطة وأن نسبة الإنجاز الكلية لها بلغت 49% وسيتم افتتاح الجزء الأول منها والذي يصل من محطة العتبة حتى محطة الكتكات بطول 4 كيلو مترات في ديسمبر القادم أعلنت الحكومة أن غدا الخميس الثامن والعشرين من يناير يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة وذلك بدلا من يوم الاثنين الماضي الخامس والعشرين من يناير وكان رئيس الوزراء قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز إقامة سرادقات العزاء أو حفلات الأفراح بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء في منع إقامة هذه السرادقات والتجمع والأفراح ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وقال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بالدار ردا على سؤال لليوم السابع أنه يجب الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات لأنها راجعة إلى در المفسدة وجلب المصلحة وما فيه مصلحة الإنسان الذي فيه حفظ للنفس والروحة مؤكدا أن مخالفة ذلك حرام شرعا وإلى الخبر الذي بنأنا به هذه النشرة والحديثة حول تأثير لقاحات كورونا وعلى رأسها موديرنا وفايزر على الحمض النووي للبشر حيث شددت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية على أن لقاحين استخدمان تقنية جديدة لكنهما لا يغيران في الحمض النووي للبشر كما يعتقد البعض وأكدت المسؤولة بالمنظمة على رفضها للمخاوف المتعلقة بشأن التقنية الجديدة لإنتاج اللقاحات مطمئنة المتعاطين للقاحات هذا وعلنت المنظمة اليوم أن العالم سجل نحو 100 مليون إصابة بكورونا وخمسة ملايين إصابة بقليم شرق المتوسط ومن الأخبار المتعلقة بكورونا أيضا وبعد الإغلاقات الكبيرة فقد رصدت دراسة نشرها المكتب الإحصائي الأوروبي لأكثر الدول استخداما لتقنية الفيديو في التواصل خلال الجائحة وجاءت في مقادمة الدول قبرص وهولندا وإسبانيا حيث سجل الدخول للنسبة الأكبر للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاما والذين استخدموا الإنترنت لإجراء مكالمات الفيديو ومن أخبار الرياضة يواجه في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء منتخب مصر لكرة الياد نظيره الدين مركي بطل العالم في النسخة الأخيرة بمباريات دور ربع نهاء بطولة العالم التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 من يناير الجاري وذلك على الصالة المغطاء الرئيسية باستاذ القاهرة ويسعى منتخب مصر في هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوية مثل ما ظهر في جميع مباريات البطولة منذ انطلاقها حيث أن المنتخب نجح في الدور الأول في تحقيق الفوز على كل من تشيلي ثم مقدونيا ثم السويد ومن الأخبار السارة اعتمدت لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميا ترشح المهندسة هاني أبو ريدا لمنصب العضوية بالمجلس الأعلى للفيفا في الانتخابات المقرر إقامته خلال شهر مارس القادم وذلك بعد استفاء كافة شروط النزاهة المطلوبة لشغل المنصب واستبعاد منفسه الجزائرية فخر الدين زاتشي والقائم بأعمال رئيس الاتحاد الإفريقي الكنغولي كونس تانت عماري ويتولى أبو ريدا حاليا منصب عضو المجلس الأعلى الاتحاد بجانب عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي كاف وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم ونائبا لرئيس اتحاد شمال إفريقيا وننهي نشوتنا بأخبار التقصى حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية يشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة نتيجة نشاط أرياح كما تظهر السحب المتوسطة على المدن الساحلية يصاحبها سقوطا لأمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة وبنسبة لدرجات الحرارة في القاهرة العظمى 22 درجة والصغرة 11 إسكندرية العظمى 20 والصغرة 11 قنى العظمى 23 والصغرة 6 درجات وأصوان العظمى 26 درجة والصغرة فيها أخيرا 8 درجات انتهى التناشط الظهيرة شكرا للمتابعة وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر